جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية بمدينة عين مليلة وبفتيان ونساء الخير تصل هنا إلى المجمع السكني الفوضوي بقرية الفرشي لتقديم يد العون للعائلات المعوزة ضمن حملة شتاء دافئ احنا اول مرة كي جينا هنا وكي شرح نقول ليلة الله ومحمد رسول الله الحق جمعية الإرشاد والإصلاح دارت نيداء للمحسنين تعين مليلة وكانوا في المستوى المطلوب وقدرنا أنهم لموا إعانات وقدروا أنهم يعاونونا وخرجنا إن شاء الله في هذه القافلة إن شاء الله هي الأولى مش رح تكون الأخيرة كينا حالات اجتماعية قاهرة يسمى بالفقر والجوع والبرد كينا معوقين دخلنا على واحد الحالة مسكينة قينا بش تدفي ولدها المعوق عراب تطلو يديه ورجليه بالكتاتن بش يسخن ما عندهاش تدفي أما عندهاش القاز أجتماعيش هالما يسيح علينا هالما يسيح علينا البرد يقل فينا للمنعف سفوية حشك المعودة ندير نديرنا الشفاء نديرنا نزاورة أو الحاجات نديرنا مننا لن يخلص لنا لن يخلص لنا وخلص لنا حتى لنا الفتيان في مقدمة القافلة الخيرية ترسيخ لثقافة التضامنية لدى الأبناء وتحفيز الناشئة على فعل الخيري والشعور الإنساني بالأطفال الفقراء تابعين جمعية الإصلاح والإرشاد وجدين اليوم نقضي ووقت فراختنا في الخير وإن شاء الله يكونوا تلاميذ كما نحن والأطفال يقضي ووقات تحنب في الخير كما نحن هاك جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية بعين مليلة ما فتأت تبادل وبفضل المحسنين إلى مساعدة الفئات الهشة من المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر